تبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 85 أستثمر أولا يمثل الجدول التالي هذا الجدول مبلغ ما وفرته كل طفلة خلال أسبوع أقرأ الجدول وأدون البيانات الواردة في المخطط وأكمل الاسم علامات العدد سارة زينة بن سرين تليلا إذن قلنا بأن هذه الجدول كيمثل المبلغ اللي وفرته كل طفلة خلال أسبوع 10 زائد 10 زائد 5 15 درهم هو المبلغ الذي وفرته سارة أما زينة فقد وفرت 10 درهم زائد 5 درهم 15 درهم نسرين وفرت 20 درهم 10 زائد 10 أما تليلا فقد وفرت فقط 10 درهم إذن سنكمل المخطط توفير الطفلات مبلغ التوفير إذن من صفر إلى 30 فلاحظوا هذا العمود أو هذا الشريط 25 درهم إذن من التي وفرت 25 درهم هي سارة ونكتب هنا سارة أما هذا الشريط فيمثل لاحظوا 15 درهم التي وفرت 15 درهم هي زينب أما هذا الشريط 20 درهم يمثل 20 درهم نسرين هي التي وفرت 20 درهم إذن نكتب نسرين أما هذا الشريط 10 درهم إذن سنكمل لي وفرت 10 درهم هي تيليلة فكاللحظوا كذلك من خلال هذا المخطط أن تيليلة هي التي وفرت أقل مبلغ أما سارة فهي التي وفرت أكبر مبلغ وقد وفرت كما قلنا 25 درهم فانيان لهم دوني ربزانط لكولر پريفره بار لسنفان دين كلاس سن ربزانط بار شاكا دي دي اغرام مبار سويفون لهم دوني يعني نفس المعطيات ربزانط لكولر پريفره لكتمتل الوان المفضل الوان المفضلة لدى أطفال واحد القسم سن ربزانط دوني بار شاكا دي 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 اغرام ام بار سويفون فالالوان المفضلة لدى تلاميذ وتلميذات احد الاقسام تمتيل دي لهم كين في هذا المخطط وفي هذا المخطط يعني نفس التمتيل فهذا المخطط كين مثل نفس العدد دي التلاميذ والتلميذات الذين يفضلون مختلف الوان كذلك نفس المعطيات ممثلة في هذا المخطط فقط الفرق ما بين هذا المخطط وهذا المخطط ان الاشريطة هنا عمودية ونجد ان الاشريطة او الاعمدة هنا افوقية دي لاحظوا عندنا من سفر حتى العشرة اللو الاخضر الذين يفضلون اللو الاخضر عددهم عشرة كذلك هنا الذين يفضلون اللو الاخضر عشرة اللو الاحمر تسعة ايضا تسعة الازرق ستة الازرق ستة الاسفر اربعة الاسفر كذلك اربعة لنك تلاحظوا بان هذ المخطط كيمتلوا نفس العدد التلاميذ والتلميذات الذين يفضلون الوانا مختلفة فالفرق بين المخطط كما قلنا مخطط بالأعمدة هنا الأعمدة عمودية في حين هنا أفقية السؤال كله اللون أكثر تفضيلا لدى الأطفال أيضا سنرزعوا الأعمدة وسنرى العمود الأكبر العمود الأكبر هنا هو هذا العمود اللون الأخضر عدد الذين يفضلون اللون الأخضر عددهم عشرة عددهم عشرة كذلك تسعة تسعة لاحظوا الأزرق ستة الأصفر أربعة فلاحظوا الطريقة هذه البسيطة كيف نحسب الجميع دائما نحاول نوصل لعشرة بأقل جهد وبسرعة ستة زائد أربعة كم عشرة عشرة زائد عشرة كم عشرون عشرون زائد تسعة إذن تسعة وعشرون عدد تلاميذ هذا الفصل تسعة وعشرون تلميذ وتلميذ أتذكر يمكن المخطط من تمثيل معطيات فالمخطط كيمكن من أننا نمثل معطيات هذا المخطط يمثل وسيلة نقل الأطفال إلى مدرسة عدد الأطفال وسيلة النقل وسيلة النقل عدد الأطفال كاللاحظ هذا المخطط كيمة النفس المعطيات دي لهذا المخطط فقط كاللاحظ الأعمدة هنا بشكل عمودي أما هنا بشكل أفوقي المشي يعني عدد الذين يمشون إلى المدرسة على أقدامهم عددهم أربعة عشر الذين يستعملون الحافلة اثنى عشر يستعملون السيارة ستة عشر الدراجة عشر إذن المشي دائما أربعة عشر الحافلة كذلك اثنى عشر السيارة ستة عشر والدراجة عشر فتمتيل المعطيات بواسطة مخطط يسهل ويسر قراءتها كيسهل القراءة لهذا المعطيات فمثلا اللي لجينا لهذا المخطط وبغينا نحدد الوسيلة الأكثر استعمالا لدى الأطفال فقد نجيه للعمود الأكبر ونقلوا بأن السيارة سيارة العائلة هي الوسيلة الأكثر استعمالا ولا بغينا نشوف الوسيلة الأقل استعمالا فكذلك نرجع النفس المخطط وقد نشوف العمود الأصغر فكلا نلاحظ الدراجة هي الأقل استعمالا وبهذا ننهي 80 صفحة 85 نلتقي في الصفحة 86 أغضاء